ماذا تقيمكم للعهداء البرلمانية؟ هذه الإنابة السادسة هذه هي أسوأ نموذج من البرلمان الموريتاني من 92 إلى وارك بسبب ثلاث عوامل عامل الأول أن هذه 157 نائب نسبة الكفاءة فيها منخفضة بكل أسف نحن ذي اللي جاء نعانوا من عدد النواب الذين قادروا على النقاش الفني للملفات وهذا يعني متعرض للإسماء غير النساب عندي السبب الثاني هو الأداء أن هذا البرلمان هو أقل برلمان أداء في رقابة الحكومة، أقل برلمان سائل الحكومة هو هذا البرلمان مسائلات غائبة أقل برلمان يقبل مقترحات القوانين. أنا واحد يطرح تلت مقترحات القوانين. لم يقضوا بغمجتي لليوم عادت ماشرة في سنتها الرابعة مطروحة عند رئاس البرلمان لم يقضوًا الحكومة ليس لدي الحق إرفضها قانون يقول أن رئيس البرلمان يحيل هذه الحكومة أجل أقصى وأن الحكومة يجب أن تدخلها في المصدرات التشريعية فجأة أقصى 15 يوم وهذا في قانون البرلمان إذن ضعيف أيضاً هذه النسخة من البرلمان هي النسخة بكل أسف التي تراجع فيها العمل البرلماني في ذلة نقاط لوقت المخصص للنقاش ورقابة عمل الحكومة تم تقلصه المسائلات البرلمان تكسك من 10 دقائق شرخ 5 دقائق تشكيل اللجان تقص من 10 نواب ومزاد شرع 20 نايم وصعب وعقد اعتراض على اللجان التحقيق البرلمانية كان بذل ذي النواب أصبح بذل ذي الحاضرين للجلسة أسود الحاضر كم وهذا عمل خطير أيضاً هذه النسخة البرلمانية سيكتب عليها التاريخ أنها أسوأ نسخة للبرلمان لأن فيها أكثر من 100 نايم وقعوا على خرق الدستور بالمطالبة بمأمورية ثالثة لرئيس بينما المأموريات يحصنها الدستور نفس الأشخاص بكل أسف في سقوط أخلاقي مريب رجعوا بعد ذلك ووقعوا على ما يسمونه وثيقة المرجعية ضد نفس الشخص اللي كانوا يطالبون له بالمأمورية الثالث وهذا سقوط أخلاقي وسياسي بكلنا في بلد في الرأي العام هاي المئة نايم ما تلاحظ منها قد يوخها بدية ما هو متلثة وبالتالي ها هو تقييم الشخصي للبرلمان وقلت لي أسوأ برلمان من سنة 92 إلى اليوم أسوأ برلمان من سنة 92 إلى اليوم هو أول برلمان يعد اللجنة التحقيق برلمانية وتوصل النتائج ويوصوتها له لا قد تخلقوا لجنة تحقيق برلمانية كان مع عدلة لا تعيش لا ولا مع عدلة عملها ولا وشوف هاي لجنة التحقيق أصلي أول لجنة التحقيق توفي عملها هاي لجنة التحقيق اللي نقول لكم بخلاصة أنا من المؤسسين لها ووقعت عليها فقط 24 نائب من أصل 157 نائب ولين بدت أيضا تشتغل عندنا التسجيلات الصوتية الأعضاء فيها وهما يحاولوا يبرعوا بعض المتهمين في ذناء التحقيق وبالتالي كانت من أفضل طبعا هو ما معناها أنه ما عدلش صالح لجنة التحقيق البرلمانية من أفضل تجارب اللي عدلت في البرلمان لغير ما معناها أنها بعد تعدل ومن أفضل لأنه في النهاية أيضا منين هي لجنة التحقيق اليوم مشاتها 300 عندينها 16 محضر لكي 316 محضر رجعت على متهم واحد وعقب قاعدوا كواهم اللي يزقنين في أوروبا طيب سيد نائب ترجمة نانسي قنقر